في السنوات الأخيرة كثفت سامسونج اهتمامها بهواتف سلسلة جالاكسي A المتوسطة حيث وصبحت السلسلة الأكثر مبيعا ومنبع الأرباح لدى الشركة خاصة هواتف سلسلة A فئة الخمسين واليوم أعلنت سامسونج أخيرا عن أكثر هاتف منتظر جالاكسي A53 الوريث الشرعي لهاتف A52S الذي حصل نجاحا كبيرا وأعجب المستخدمين دعونا نتعرف عليه نبدأ بتصميم الهاتف حيث يأتي مشابهة لهاتف A52S الهيكل بلاستيكي بظهر مطفي غير لامع تسميه سامسونج غلاستيك ومن الأمام الشاشة تستحوذ على الواجهة مع ثقب صغير للكاميرا الأمامية ومن الخلف نجد نافذة الكاميرات بارزة ومتواجدة أعلى اليسار وتأخذ نفس لون الجهاز تم تقليل حجم الهاتف عن الجيل السابق بشكل طفيف ليصبح أقل عرضا وسماكة لكنه حافظ على نفس الوزن الهاتف يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP67 وهذا شيء ممتاز بالنسبة لهاتف متوسط الشاشة جاءت بلوحة من نوع Super AMOLED محمية بطبقة Gorilla Glass 5 حجمها 6.5 إنش ودقتها Full HD Plus كما في الإصدار السابق مع دعم سرعة تحديث تصل لـ 120 هرتز وبشكل متغير Adaptive Display وهذا يمنح سلاسة كبيرة أثناء التصفح واللعب والتنقل بين القوائم مع الحفاظ على عمر البطارية من حيث المعالج وضعت الشركة في الهاتف معالجها الجديد Exynos 1280 للفئة المتوسطة ومصنع بمعمارية 5 نانومتر بسرعة تنتصر لـ 2.4 جيجاهرتز يأتي الجهاز بساعة ذاكرة عشوائية رام 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت وساعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت يمكن تركيب شريحة تخزين خارجية حتى 1 تيرابايت من نوع MicroSD ويعمل الهاتف بالنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة سامسونج الأحدث One UI 4.1 وعدت سامسونج بدعم تحديثات أندرويد لأربع سنوات الكاميرات بدورها أيضا شهدت تطورا ملحوظا عن الجيل السابق العدسة الأساسية جاءت بدقة 64 ميجا بيكسل مع مثبت بصري والثانية فأخذت ساعة Ultra Wide بزاوية رؤية واسعة دقتها 12 ميجا بيكسل الثالثة عدسة عمق دقتها 5 ميجا بيكسل وأخيرا العدسة الرابعة من نوع ماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل يمكن تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بتردد 30 إطارا في الثانية وكل التنقل بين العدسات أثناء التصوير الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميجا بيكسل وتسمح بتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بتردد 30 إطارا في الثانية أيضا تم تعزيز ميزة التصوير الليلي Night Mood وتطوير قدرات تصوير Portrait وإضافة عدة تأثيرات جديدة بالنسبة للصوت هناك سماعات ستيريو تدعم تقنية Dolby Atmos لكن للأسف تم الاستغناء وعدم دخال 3.5 ميلي متر لتوصيل السماعات السلكية الهدف ياتي بمستشعر ضوئي لبصمة الإصبع مدمج أسفل الشاشة كما في الجيل السابق ومن حيث الاتصال يدعم الهاتف تركيب شريحتين ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G ناتي للبطارية حيث تم ترقية ساعتها لتصبح 5000 ميلي أمبير بدلا من 4500 ميلي أمبير ما يعيد بأداء أفضل قد يصل ليومين من الاستخدام حسب كلام سامسونج وتدعم الشاحن السريع بقدرة 25 وط لكن الشاحن لم يعد متوفرا داخل العلمة الهدف سيتوفر في الأسواق العربية بألوان الأبيض والأسود والأزرق والبرتقالي اعتبارا من الأول من نيسان والسعر يبدأ من 450 دولارا بشكل عام نتوقع أن يكون A53 رائدا في المبيعات كما كان في سابقه فهو يقدم الحزمة المتكاملة ضمن الفئة المتوسطة من شاشة وأداء وتصوير وبطارية ويعد مناسبا لكافة المستخدمين والآن جاء دوركم اكتبوا لنا بالتعليقات رأيكم حول الهاتف وهل تتوقعون نجاحا كبيرا له كما حدث مع الأجيال السابقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة